موسيقى الله معكم أعزائي أبناء الجادية العربية في الخليج دبي وعبوظبي يلي دايماً كنا عم نترافق بلقاءاتنا وعم نكمل لقاءاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحييكم جميعاً وبطلب من الرب أنه يحمي الجميع بها الأيام يحمينا من كل مكروه ويعطي للكل القوة تنتابع مسيرتنا دايماً بكل أمانة ونعيش رسالتنا بكل فرح عم نلتقى مجدداً بسلسلة محاضرات ولقاءات روحية حتى نتعمق أكتر بمسيرتنا الإنسانية والروحية معاً بهالزمن الصعب يلي بنحتاج فيه كتير إلى غزة وغنى داخلي تنقدر نواجه كل التحديات ومثل ما قلنا نبقى ثابتين بدعوتنا ورسالتنا بكل فرح لقاءاتنا الثلاثة أحبائي رح نعيشون ونحن وعم نستوحي من السنة اللي أعلن قداسة البابا فرانسيس خصصها لمريوسيف حتى نقدر من خلال تأملنا بفضاء مريوسيف نتعلم نحن مسيرتنا الروحية نعيشها بعمق ومن خلال شفاعته نطلب شفاعته طربنا يعطينا النعم نكمل مسيرتنا ومريوسيف رح يرفقنا بهالمحاضرات الثلاثة تعلمنا كيف نعيش بقلب عيلتنا فعلا علاقاتنا العائلية تكون علاقات قوية متينة ونعرف ان غزية تتكون علاقات فعلا فيها خير علاقات ناجحة من هيك حابة تسمي هاللقاءات الثلاثة تحت عنوان كبير يا يوسف ابن داود لتخف يعني هو موضوعنا العلاقات العائلية ومنبتدي باللقاء الاول المحاضرة الاولى تحت عنوان ظهر له ملاك الرب في الحلم حتى نأكد على موضوع الكلمة هي محور العلاقات بقلب العائلة هذا اذا لقاءنا الاول رح نستوحي كل هالعمل من حدث بلاد يسوع المسيح متل ما بخبرنا يا الانجيلي متى بفاصل اثنين وقت مريم وجدت حبلة من الروح القدس ويوسف كان متحير بالأمر وقرر ان يترك مريم سرا فظهر له ملاك الرب وقال له لا تخف يا يوسف ابن داود بدك تاخد مريم لانه المولود منها هو من الروح القدس هو بده يخلص شعبي وبدك تسميه يسوع ولما استفق يوسف من نومه ساعته فعل كما امره ملاك الرب واخد مريم الى بيته ولم يعرفها ولما ولدت ابنه سماه يسوع اذا هيدا الحدث اللي بدنا نستوحي منه هاللقاءات الثلاثة ولقاءنا الاول متل ما قلت رح يكون تحت عنوان ظهر له ملاك الرب حتى يحكي بالحلم تنقول انه كلمة الله هي محور علاقاتنا في قلب العيلة اختبار مريم يوسف قدام الصعوبة يلي وجد فيها انه مريم هي حبلة من الروح القدس قبل ما يسكنوا مع بعضهم تحت سقف واحد بدل على مدى فعالية كلمة الله بتدبير شؤون العلاقات بقلب العيلة يوسف فكر بينه وبين نفسه انه يترك مريم سرا ما يسلمه حتى ترجم حسب ما تقول الشريعة حتى الموت هون يوسف هو رجل بار فكر قبل ما ياخد اي خطوة لي لانه الرجل البار بعيش بحسب ما بتدله الشريعة لانه الشريعة بالنسبة لاله هي دليل على ارادة الله ولكن اكتر من هيك يوسف رجل بار لانه كمان بعلاقته مباشرة مع ربنا بيعرف انه ارادة الله هي ارادة رحومة دايما من هيك وجد في ذاته وقت اللي فكر انه انا ما بدي اقذي مريم وسلمه حتى ترجم هيك انا بنسحب بخلص نفسي وبخلص مريم لما فكر يوسف كيف بدي ينقذ نفسه وينقذ مريم شايف حاله على ذات الخط على ذات المستوى مع ربنا لانه فكر بخير اتنين وهيدا هو الموقف السليم يلي بيجي نتيجة تمييز تمييز الصالح يعني بيستعمل الانسان كل حكمته تيوجد المخرج الصالح من المشكلة وهذا اللي عيشه يوسف هون دخل الملاك بالحلم وقال ليوسف شو هو الوضع شرح له حتى يفهمه وحتى يعرف ربنا شو عم يشتغل مشروع بحياته ليوسف اذا فينا نسمي يوسف صاحب موهبة خاصة هي موهبة الاحلام بمعنى الانجيلي متى وقت المنراجع عن كلمه حول مري يوسف بيحكي عن اربع احلام اتميز فيهم يوسف بحياته حسب ما بيخبرنا الانجيلي المتى هالاحلام فيها مميزات بكل حلم كان في نداء من الله خلى مري يوسف يغير كل مخططاته يتخلى عن راحته الذاتية تيعمل بحسب مخطط الله حتى ينجح مشروع الله وكل مرة مري يوسف كان عم بيكتسب من ورها الحلم لو انه غير مخططاته واشتغل وتعب ومرتاح ولكن عم بيكتسب رسالة حالته عم تتجدد مثلا بالحلم الاول وقت ما عم نشوف وجدت مريم حبلة تدخلت كلمة الله من خلال الحلم مع الملاك وغير مريوس بكل الخطة اللي كان عم بيفكر فيها زواجه كان مهدد فاذا بهذا الحلم جان نداء وكانت النتيجة انه اصبح خطيب مريم واخده الى بيته واخد يسوع واسماه وعطيه الاسم فصار بيه ليسوع بالحلم التاني هرب الى مصر وطعب وركض وتخبى ولكن كانت النتيجة اللي اكتسب برسالته انه كان عم يحمي العائلة المقدسة وعم يحمي يسوع بتالت حلم جاء النداء انه يرجع الى بلاده الى ارضه ولكن شايف بعد في خطر فاجاء الحلم الرابع طيغير الوجهة ورجع ساعتها يوسف الى الناصرة اذا كان يوسف عم بيسمع يصغي ويغير ويتحرك بحسب كلمة الله وبهالحلم الرابع اللي اكتسب مريوس انه كان عم بيحضر مسيرة رسالة يسوع يلي انطلق فيها من الناصرة اذا منلاحظ كيف كانت كلمة الله عم بتدل مريوسف على نوعية تصرفاته حتى هو بدوره يلعب الدور اللي ربنا عطيه بقلب العائلة المقدسة فسر هالاحلام يلي كان يوسف عم بيتلقاها وكان عم بيمشي بموجبة هو لانه قبل الاحلام مريوسف كان عطي قلبه لربنا فاتح قلبه لربنا بكل الالهمات اللي عم بيعطيها ما كان ناطر من ربنا الا اشارة صغيرة حتى يلبي ويمشي متما ربنا عم يطلب منه من هيك يوسف قدر يوصل بكل تسليم انه يسلم لكلمة الله اللي فعلا دلته كيف بده يحكي يتصرف بحياته كيف بده يحكي مع الناس كيف بده يحكي مع مريم ويسوع ويكون فعلا عم يلعب دوره بقلب مشروع الله من هيكي اخوتي نحن اليوم انطلاقا من اختبار مريوسف منسأل حالنا كيف بتكون كلمة الله فعلا محور في علاقاتنا بقلب العائلة شو لازم نعمل اول شغلة منتعلمها من مريوسف هي ندرب قلبنا تدريب القلب على الاصغاء بدنا نمرن قلبنا نعمله التمرين وتدريب تحتى يعيش الاصغاء بالانفتاح على كلمة الله فبقدر ما نحن منقرأ كلام الله بالانجيل بقدر ما نحن منفكر فيه بعمق ومنتأمل حتى ناخد منه غزة لحياتنا فبيعطينا كلام الله كل الالهمات وبدلنا على الحقيق يلي بتغزي مسيرة حياتنا اللي بيطلبها مننا الرب وهيك مننا منصير نتعلم كيف بدنا نرتب علاقاتنا بقلب العيلة بداخل العيلة ناخد مثالين بالانجيل بيعلمونا كيف هالاصغاء والتفاعل مع كلمة الله بترتب علاقة الناس ببعض البعض اول مثل هي المرأة الساميرية اللي بيحكينا عنها انجيل يحنى بفصل 4 هالمرأة دخلت بحوار مع يسوع كانت طالعة تعب الجرة على البير على النبع وبلش الحوار وطلب مننا يسوع عطيني تأشرب وهي مينعته عطيته اسباب اسباب اجتماعية انت رجل وانا امرأة اسباب دينية انت يهودي وانا ساميرية عطيته اسباب مادية انت ما معك دلو كيف بدك تشرف كيف بدك خليك تشرب اذا هالمرأة دخل مع يسوع بالبداية بهالحوار ولكن كل مرة يسوع من هالحوار اللي عم بيحكي معها كلمته عم بيحكيها فيها كانت هالكلمة عم بتفوت اكتر واكتر لما شافها عم بتمانع دخل بعمق اكتر وقال لو بتعرفي مين عم بيحكي معك كنت بعطيكي ماء ما بيخليكي ابدا ترجعي تعطي شي ابدا سعتها فتحت قلبه اكتر اعطيني من هالميات هون يسوع فت اكتر قال لها روحي نادي زوجك عايتيلو قالت له هيدا مش زوجي قال لها صدقتي اذا بلشت كلمة الله هي عم بيحكيها يسوع تدخل على قلبه وتغير ففتحت قلبه لليسوع اعترفت قدامه عن حقيقته ورجع انتقل الحوار بينه بينها المرأة حول العبادة الحقيقية بالروح والحق هيكي كلمة الله اللي صارت تدخل على حيات هالمرأة بحوار يسوع كل مرة تتعرف علي اكتر واكتر بالاول تعيت له يا سيد بعدين ارى انك نبي بعدين نحن ناطرين المسيح قال لها انا هو ولما التقت هالمرأة بيسوع تركت الجرة وتركت كل هالشي اللي صار بحياتها وراحت تعيت للناس تعه شوفه التقيت بالمسيح عرف عن حياتي كل شي تغيرت علاقتها بالناس بالاول كانت حياتها فيها نوع من خجل طال عالضهر تعب الجرة تمت التقى بحدا بقت اللي دخلت كلمة يسوع بقلبها ولمس كل عمقه تحركت بطريقة تانية وراحت تتعيت للناس تعه شوفه التقيت بالمسيح وخلتهم يلتقوا بيسوع اذا هذا المثل الاول كيف كلمة الله بتصفي محور بعلاقات الناس في قلب العائلة المثل التاني هو زكا العشار يلي اراد ان يرى يسوع وهو اللي كانت كل حياته بالمال والضرائب ويجمع مال والناس مش كانوا كتير يستهدموا للعشار لانه اول شغلة هو بياخد منه للضرائب وبيتفعل الدولة الرومانية المحتلة وتاني شغلة من وقت لوقت كان ياخد كمان ويزلم الناس وياخد زيادة اراد ان يرى يسوع فيسوع تطلع فيه لان عربش على الشجرة مش قادر يقشع نظر لانه قصير القامة وفيه زحم حول يسوع عربش على شجرة يشوف يسوع فيسوع ندي وقال له تتلتقى بربنا ما بدك تعربش على شجرة متل ما عملوا قديما عملوا برج بابل تيوصلوا على ربنا بدك تلتقى فيي انا بدي يروح لعندك على بيتك يعني على قعر نفسك ودخل يسوع على بيت زكة العشار واستقبلوا بكل فرح وساعة توقف زكة وبلش يوزع اعطي نصف اموال للناس ويلي ظلمتن بردلن اربعة اضعاف وساعة يسوع قال له اليوم هذا البيت نال الخلاص هو ايضا ابن لابراهيم اذا وقت اللي دخلت كلمة الله بحياة زكة تغيرت طريقة علاقته بالناس بالاول كان يسوع بعيد عنه كان يجمع المال وكان يظلم الناس لما التقى بيسوع ودخل يسوع كله سوى على بيته على ذاته على نفسه ساعة زكة تغيرت علاقته بالناس صار يوزع وصار يعطي اذا احبائي نحن مدعوين حتى فعلا ندرب قلبنا ونفتح على كلمة الله طي يسمع ومتى دخلت كلمة الله بتغير نا وبتسعد نا حتى نعرف نبني علاقات حلوة هي بدنا ندرب الإرادة ندرب إرادتنا حتى نقدر نعيش الحوار بعلاقاتنا في قلب العائلة ووقت المنعيش الحوار بيصير فيه إلى معنى علاقاتنا بالعائلة اذا توقف الكلام بين الناس بتزيد كتير المشاكل بيصير فيه جليد اكتر بيجي الحوار بيكسر الجليد بيرجع بيفتح بواب تالناس تصير تاخده تعطي مع بعض فالحوار اذا بتقوي كلمة الله اللي بتدخل على إرادة الإنسان وبتقله روح تحرك افتاح الباب وقرب يحكي مع الآخر حتى الكلام يوضح حتى الكلام يكسر الجليد حتى فعلا العلاقات ترجع إلى مجريها الحلوة فبلذلك اذا بدنا ندرب إرادتنا على الحوار حتى نعرف نلتقى مع الآخرين تالت شغلة نتعلمها من اختبار يوسف ما بعد تدريب القلب على الإصغاء والإرادة على الحوار بدنا ندرب لساننا على الكلام الحلو الكلام البناء الكلام اللي بينبع من القلب يلي فيه جواته دخلت إلهامات ربنا من كلمة الله وكلام الحلو اللي بينبع من الإرادة الصالحة اللي بتروح تحتى تحاور من أجل الخير هيك ساعتها العلاقات في قلب العائلة بتكون علاقات حلوة فإذا كلمة الله بتدرب قلبنا على الإصغاء إرادتنا بتدرب على الحوار وعلى كسر الجليد وكلمة الله بتدرب لساننا تيقول الكلام الحلو من هيك حتى ندرب لساننا على يلفز الكلمات اللي هي بناءة تصير علاقاتنا العائلية علاقات حلوة بدنا ندرب لساننا على الكلام المحترم بقلب العيلة كلام محترم يلي بكلمتنا من دل على قيمة الآخر من قدر الآخر من احترم له كل صفاته الحلوة تاني شيء الكلام البيعز يلي فيه منخفف من آلام الآخر وحزنه تالت كلام الكلام المشجع يلي منشجع فيه الآخر مندفعه تيحب الحياة أكتر يجتهد يعطي أحسن تدسير الحياة أفضل رابع نوع هو نتدرب عليه هو كلام الاعتذار يلي فيه منخفف من وطئة الغلط يلي منكون نحنا اقترفناه ضد الآخر الكلام المفرح خامس نوع من الكلام الكلام المفرح يلي فيه منزرع الطمأنينة منزرع الأمان عند الآخرين اللي احنا عم نعيش معهم السادس نوع الكلام المطمئن يلي فيه منخفف من الخوف والقلق عند الآخرين سابع نوع ندرب لساننا على الكلام المحرر يلي بحرر يلي فيه نبعد عن الغير الشقوق وكل ما هي أضليل حتى هو يعيش برياحة ونحن نعيش برياحة في علاقاتنا معه تام النوع الكلام المنبه اللي فيه كل الرغبة وكل النية لخير الآخرين حتى ندلن على الأمور والطرق الصحيحة وننصحن من هون أهمية النصح الأخوي في قلب علاقاتنا بالعيلة تاسع نوع من الكلام اللي مندرب علي لساننا هو الكلام النبوي يعني بهالكلام مندل الآخر اللي عايشين معه بالبيت مندله شو ربنا عم بيطلب منه أو الأنبياء بيدله الناس عطرق الرب مندله شو الله عم بيطلب منه من أجل خير نفسه وخير نفسنا وهذا كله بيخلينا نوضع الأمور في المكان الصحيح وآخر نوع من الكلام يلي بدنا ندرب لساننا تننجح بعلاقاتنا العائلية هو الكلام البسيط يعني الكلام اللي فيه براءة اللي فيه حقيقة الكلام اللي فيه منقرب من قلب الآخر حتى كلمتنا تدخل لجوة وتتأثر وتأثر بهذا القلب فيسوع كان كلامه بسيط جدا لأي لأنه كان كلام نضيف كله براءة ولكن كان كلام يدل على حقائق أبسط الكلام بالأمثل اللي كان يعطيه من واقع حياة الناس من واقع حياتهم اليومية فما كان يقوله يسوع كان عم بيعيشه وهذا اللي كان عم بيسهل أنه يعلم الآخرين من هيك كلامنا بده يكون هالكلام البسيط النابع من حقيقة من عيشه وعم نقوله بكل براءة هيك إذن أعزائي وأحبائي هيك مننجح بعلاقاتنا العائلية لما مندرب قلوبنا على كلمة الله بالتأمل والقراءة لما مندرب إرادتنا على الكلمة البنائة بالحوار ومندرب لساننا على الكلمات الفعالة بالكلام اللطيف البنائة من هيك بقلنا مار يوسف من خلال خبرته مع الملاك بالأحلام إن كلمة الله كانت محور حياتي ورسالتي من هيك كان ينجح بعلاقته مع مريم ويسوع في قلب العائلة المقدسة من هيك إخوتي نحن اليوم منطلب بشفاعة مار يوسف يساعدنا حتى نعرف نتدرب على كلمة الله تتكون هي محور بعلاقاتنا العائلية اللي فيها مننجح ودايما نروح إلى الأفضل وبتكون علاقات فعلا سليمة حلوة بيظل ظروف صعبة مهما كبرت الصعوبات من الخارج طالما كلمة الله هي محور بعيلتنا بتضل علاقاتنا العائلية علاقات صحيحة فعلا لأنه كلمة الله بتبنيها فربنا يبركنا جميعا ويساعدنا تنبقى دايما جاهزين تحتى نكون على علاقة قوية بكلمته يلي بدأ تبين بنوعية علاقاتنا العائلية الحلوة الله يأويكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة